تغل بشكل؟ نعم مش احصل حاجة طيب خليني بس اشرح للناس قصة بيع فرق الناشئين طواما يعني ده موضوع مهم اول اللي قاله كابتن هيسم اللي بيحصل ايه زمان مش هسمي الفرق كانت هناك اندية واندية يعني تابعة لمؤسسات وهزي الاندية كان عندها دعم مادية قوي جدا وبالتالي كانت بتهتم جدا بفرق الناشئين فتلاقي المباراة ما بين الاهلي وكذا او الزمالك وكذا تلاقي ضرب مرلا انه اللاعبة كويسة ونتاج موهبة ونتاج اختبارات ونتاج تدريبات ومدربين هزي الاندية بدأت تتأثر شوية لانه الامكانات المادية ما بقتش زي زمان والدنيا تغيرت فبدأ يدخل اه حاجة اسمها مستثمرين مستثمرين ايه باجنا اروح لفرقة سين انا مش عايز اسمي اروح لفرقة سين اقول له انا هشتري منك فرقة سبعتاشر وتسعتاشر حلو اوي هتتفع لي كام؟ هتفعلك مليون جنيه في السنة لو انا بقول حاجة غلط حضراك قولي كلام مصبوط او قطعني اه هتفعلك مليون جنيه هتفعلك اتنين مليون جنيه حلو اوي بس انت حضراك بقى ملكش دعوة انا اللي هجيب اللاعبة وانا اللي هسجل اللاعبة لعبا دول بتوع انا مش بتوعك انت انا بأجر اسمك بس فزي ما قالت كابتن هايستان فبيحصل ايه بيجي واحد خد الفرقة الفلانية فبين جاي وليه الامر كل امله قصة محمد صلاح عملت يعني حالة من الامل والطموح للجميع فكل ولي امر او كل وليت امر متخيلة ان ابنها حيبقى محمد صلاح او النني او او يعني فمع خاصة مع الارقام الكبيرة اللي بتقال دي فبيجي الراجل يقولك انت عايز تلعب ابنك عندي اه تدفع لي مثلا خمسين الف جنيه ستين الف جنيه وحسجله اه تمام اوكي في واحد يقدر يدفع في واحد ما يقدرش يدفع ناس غلقة بقى الامهات باعد ذهابها انا بقولك كلام مؤكد 100% الامهات باعد ذهابها وواحد باعد العربية اللي كان شغال عليها ده بجد راجل باعد العربية اللي كان شغال عليها عشان ابنه يدخل النادي الفلاني وبعد كده يبقى ربنا يكرمه ويسمع على الملايين اللي اه يعني بياخدوها اللعيبة يعني فما بقتش موهبة بقت قندية كثيرة صغيرة الولاد الصغيرين مش قادرين في ناس ما بتقدرش تدفع الاماكن مش متوفرة وبالتالي ما ببقاش فيه اه اه اجيال صعدة فيه ناس كويسة طبعا لكنهم ازاي زماني انتم شفتوا مثلا صورة اختبارات النادي الاهلي الاف مؤلفة عشان تروح لانه الاهلي مازال عنده الامكانيات والزمارك مازال عنده الامكانيات وغيره لكن فيه اسماء عندية لو قلتها لكم هتتخض بتعمل القصة دي انا شرحت صح ولا غلط كلام مصبوط مليون في المية يا كابتن وده الغريب الاغرب كمان يا كابتن شوبير ان فيه عندية مش محتاجة تعمل ده مش محتاجة تعمل ده وبتعمل ده للأسف ام و اقول لك هتجيلي دخل بقى انا بدل مصرف ما هتجيلي دخل ما هو ممكن يجيله دخل بشكل او باخر بطريقة تانية بسلوب تاني بسلوب لو النهاردة طبق التدريب تم بشكل علمي بشكل مصبوط واللعيبة الموهوبة تم سقلوهم بشكل كويس مرضودهم المادي هيكون اكبر كتير جدا جدا من انا اجيب لعيب مش مهوب اصلا استثمر فيه لعيب واحد ممكن تطلعه من القطاع يجيب لك كل اللي انت بتصرفه ده على الفرقة يعني لكنه هو ده اللي موجود دلوقتي طيب بكرة ممكن يبقى فيه ايه بكرة نصلحه ازاي كابتن عشان نصلح بكرة لازم كل المنظومة وكل افراد المنظومة وكل عناصر المنظومة هيكونوا صادقين جدا مع نفسهم وكلنا نحط ايدنا على مشاكلنا بشكل واضح وبشكل صريح بداية من اتحاد الكورة مرورا بالاجازة الفنية مرورا بمجلس ادارة الاندية ورؤساء الاندية كمان اللعيبة في مصر برضو احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مع اللعيبة النهاردة اللعيب بيتقاضع فلوس كتير جدا بيطلب فلوس كتير جدا فان ما تيجي تفوض معان وفي النهاية لما تيجي على ارض الواقع وعرض العملي ممكن تلاقيه اللعيب بيمطعد مثلا من محاضرة نظرية مدتها ساعة ممكن يمتعد من واحد تربية الصبح بدري فتلاقي اللعيب نفسه بيتقاضع فلوس كتير جدا وفي نفس الوقت هو مش عايز يتعب هو مش عايز ينظم موعيد نوم ومش عايز ينظم اكله ومش عايز يبقى عنده تكسيف لوحدات الفنية سواء نظرية او عملية لأسفة كابتن النهاردة لعيبتنا بقيتش مسقفة تكتكيا وعشان تساقف لعيب تكتكيا بشكل كويس محتاج محاضرات نظرية كتير ويشوف الكلام ده بيعنيه كتير محتاج تدريبات تتصور والكلام ده يتعامل معاه بشكل فني واضح وصريح النهاردة لعيب ممكن ما يتقبلش حتى المعلومة والنصيحة دي لعبتنا في مصر كمان مجالس إدراءات عندنا برضو مسألة التغيير في الأجهزة الفنية بشكل أو بآخر وبدون أحيانا بدون أسباب مقنعة برضو دي برضو بتقص على استقرار الفني أصبح الموضوع دلوقتي من نوجة نظر إحنا في حالة من الفوضى الواضحة والصريحة داخل المنظومة النهاردة فيه برضو كتير جدا جدا من الوكلاء اللاعبين بيتحكموا في المنظومة ده صحيح ده صحيح نعم إحنا محتاجين نتنظم وإحنا كل أنصر فينا يفهم إحنا مشاكلنا فينا عشان ننجح كلنا في الآخر لو إحنا محتاجين ننجح كلنا ومحتاجين فعلا كل الناس بتدور على مصالحها لو إحنا كلنا تكتفنا مؤكد أن احنا نوصل لحد أحسن من كده كل الفرق اللي حوالينا وكل أندهل اللي حوالينا أو كل الفرق اللي حوالينا وكل الدول اللي حوالينا شايفين إن هي بقت تخطتنا وسابقتنا كتير كل مغاراة هنلعبها على مستوى قاري شايفين إن فيه فرق في كوالتي كل مغاراة وأي مغاراة حتى مع فريق أسيوبيا اللي فيها لعيب واحد ما بيلعبش في الدور المصري هو كان بيلعب منتقى مصري واحد وبيسجل وبيكسف القيطة فين فرق كوالتي حتى فرق كوالتي حتى الفرق كوالتي السؤال يا كبتل نهايس يا ما عندنا كوالتي اللي ما عندناش الكوالتي قال جدا قال جدا نتيجة الأسباب اللي احنا بكلم فيها دي وعالم التنظيم والعشوائية الكبيرة في المجال يعني لكن في النهاية احنا عندنا وقدرين ان احنا نعمل الكلام دوات وفي أسرعة وممكن لأن احنا المواهب موجودة بس محتاجين نتنظم لأكثر والأقل يعني طيب يعني خلينا نخرج شواء من المنتخب ويعني نتمنى له التوفيق لكن قبل مخرج من المحطة دي شايف انه مباراة كوريا ممكن تكون مباراة لتضميد الجراح ولا دي اللي هتفتح الجرح تماما وعندي معلومة انه هذه الكورة مجتمع الآن اجتماع لم يتم الاعلان عنه وهذا الاجتماع غاب عنه فقط كابتن حازم إمام والكل موجود فيه والسيد خالد الدرندلي هو اللي هترأس البعثة هكون معها غالبا كابتن محمد بركات إلى كوريا وتم تخفيض بقى كانت فيه عدد كبيرة جدا مسافرة لدي على ذكرها مين وكان رحيل ليه وكصص يعني لكنه تم تخفيض البعثة المصاحبة يعني للمنتخب إلى كوريا الجنوبية للمباراة الودية شايف انه المباراة لابد ان تقام احتراما والتزاما بالتعاقدات ويعني تبعات هذا اللقاء ممكن تبقى يا كابتن هايسا والله يا كابتن شبير عايزه الحراك برضو فيما يخص الكورة والمباراة بتاعة كوريا احنا الكورة ما فيه السوابت احنا اتفقنا على مباراة كوريا في ظروف معينة ولأهداف معينة نعم دلوقتي فيه أحداث كتيرة ومتغيرات كتيرة ممكن تكون مباراة كوريا هتأثر عنها بالسلبة بشكل أكبر من احنا فيه دلوقتي نعم فانا من وجهة نظري ما كانش فيه مانع خالص نحنا نعتذر عن المباراة سفر تبطات وفيه عقود وفيه ناس بعد تذاكر وفيه ناس مستنياك وناس عملت برنامجها لو كان فيه امكانية انا بكلام لو كان فيه امكانية من وجهة نظر انا الالتزام مهم يعنا ايها امكانة الظروف يعني الالتزام مهم ولكن لو كان فيه امكانية ان احنا كنا نتراجع عن القصة دي ما كانش فيه ازمة خالص ما فيش إمكانية ما فيش إمكانية موضوع برضو أعتقد أن الموضوع هياخدنا في منطقة إيه التبعات بتاعت ما تشكر يا من وجهة نظرك أنا كنت أصور أن إحنا في الظروف اللي زي دي بعد مباراة السيوبي إحنا محتاجين نسترد السكة شوالي أعتقد مباراة زي دي ممكن توسع الفجوة شوال فأتمنى أن هي ما تلعبش ما تلعبش يعني ولكن طبعا إحنا حالة زي ما حالك قلت هو أمر واقع ولكن علينا إحنا نتعامل ونكون أكثر صلاة البعض بيطالب بإقالة الجهاز الفني والبعض بيطالب باستقالته والبعض الأكتر والأكبر بيطالب برحيل المنظومة الكروية ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القادم هيسم شعبان لو أنت ما كانوا ممكن تعملين هو حاجة من الاتنين لازم الناس لو هي عندها قدرة على أن هي تواجه نفسها وتواجه مشاكلها وتبدأ على معالجة مشاكلها من دلوقتي يبقى أنا مع الاستقرار طبعا قولاً واحداً لأن التغيير طول الوقت ده مش وصلنا لحاجة دايماً بنبدأ من الوضع السفر نبدأ في أخطاء دلوقتي هنتضرق الكلام دوت وهنعالج الأخطاء نحط دين على المشكلة ونحلها أكيد نوصل لمنطقة أفضل لكن لو بلقنا من السفر تاني بلقنا من السفر بعد مستر كرش وبلقنا من السفر بعد مستر كوبر وبلقنا من السفر بعد كابت حسن بدري بس بشرط الناس تكون قادرة على حل المشكل الأول يحط دين على المشكلة نعم لو قدرنا نحط دين على المشكلة بمنطقة صراحة ومنطقة شفافية وبدون حرج مؤكد هنعرف نوصل لحل المشكلة نعم المشكلة أنه إحنا دايماً ما بنعترفش بالخطأ إحنا كطبيعة فينا في المجال بشكل عام دايماً أولي لما تلاقي حد بيقدر بيعترف بالغلط وأحياناً كتير لما حد بيعترف بالغلط أحياناً كتيراً بيتهم بالضعف في المنظومة ولكن أنا كنت شايف أن الموضوع يعني لازم يدور بشكل أوقع من كده وبشكل واضح جداً عشان خاطر أننا نتخطى الموقف اللحل فيها ترجمة نانسي قنقر